السلام عليكم دكتور محمد بنتي عمرها سنة وتسعة شهور بترتعش وهي نايمة غالبا جسمها كله مع العلم اني كنت باخد دواء اعصاب اثناء الحمل والرضاعة وهي مفتومة من شهرين ونص وما زالت بترتعش هل ده نقص كالسيوم ولا ليه علاقة بادوية الاعصاب طيب الحقيقة انا مش عارف دواء الاعصاب اللي حضرتك يعني اللي كان بيتاخد اثناء الحمل والرضاعة ده ايه يعني وطبعا معرفش مدى احتياجك له قد ايه بس اكيد حضرتك بلغتي الطبيب المعالج اللي هو طبيب الاعصاب او طبيب المخ والاعصاب ان حضرتك حامل وبعد كده ان حضرتك بتردعي انا بقول الكلام ده لان معظم ادوية الاعصاب في العموم يعني بتتعارض مع الحمل والرضاعة لكن بيكون في حزبة معينة وطريقة معينة في حساب الجرعات لما بيكون لها احتياج كبير فتلاقي الدكاترة هنا حضرتك بتبلغيون بالمعلومة ما يديه معلومة ما يفعش ما تتقلش هم كمان الدكاترة بيسألوا الحياة من نفسهم يعني فيقول لك حديك حامل او بتردعي او كده تقول له اه يبتدي يحسب لك بعض الجرعات بطريقة مختلفة ويبتدي يختار بعض الأدوية مختلفة عن أدوية بس هو في العموم يعني استخدامها آمن ان شاء الله ولكن تحت مظلة طبية دقيقة من الملاحظة يعني ما بتبقاش كده في العموم بس نرجع بقى للسؤال اغلب الظن ان الحالة اللي عند طفلتك ملهاش علاقة بقى بالدوى اللي حديك قلتينه وحياة فيه سؤال مهم برضو يعني انا دلوقتي بفكر مع حضرتك لان انا يعني لازم يبقى عندنا معلومات في السؤال فانا بسأل حضرتك هل فيه اي اعراض مصاحبة عند الطفلة يعني غير حكاية اللي ترتعش دي يعني مثلا اعراض مصاحبة زي ايه زي مثلا زيادة ضربات القلب او زيادة العرق او سرعة التنفس واخدين بالكو طبعا في العموم فيه اسباب غير مرضية للحالة دي الحالة اللي هي الرعشة دي زي ايه زي القلق والتوتر يعني لو الطفلة عندها قلق او توتر وده بيحصل في الحالة دي ان المخ بيفضل على حالة من النشاط حتى بعد استرخاء العضلات وده بتحصل حتى للكبار لما يبقى فيه انشغال شديد بموضوع معين او بمشكلة معينة وتلاقيكوا حتى وانتوا رأدين او نايمين او حتى عادين على كرسي تبصت لقوا فيه ممكن يبقى فيه رعشة في الايد او في الرجل فالانشغال الشديد ده ممكن يؤدي لده دي اسبابها هي غير مرضية كمان تناول الكافيين والنيكوتين كتير هتقولولي هيا طفلة بتاخد كافيين ونيكوتين اقول لكم اه مبدئيا الشاي اللي باللبن فيه ناس كتير قوي بيدوا الاطفالهم شاي وقولوا ايه هنحط عليه لبن وهنحط لهم بسكوت فيه الشاي من المنبهات فالتنبيه لو الكمية زادت يعني هو طبعا غلط على الاطفال وغلط بيعمل انيميا وبيعمل تساوس في الاسنان لو فيه بسكوت كمان في الموضوع بس انا بقول لكم انه اللبن مش بيخفف الضرر يعني هو بيغير الطعم بس انما الضرر هو هو فعشان كده انا بقول لكم اطفال وانا كمان لاحظت بقى انا بقول لكم ان فيه اطفال صغيري اطفال يعني اطفال عندهم عشر سنين وتسع سنين بتدوا يشربوا اهوة مش لازم تكون القهوة الصريحة لكن يبتدوا يشربوا القهوة اللي هي بانواع من القهوة اللي بتتبعهم يعني عايزين يتصرفوا زي الكبار ومفيش توجيه بقى من الام والاب هنا ولا المدرسة يقول لهم الحاجات دي غلط هم عايزين يتصرفوا زي الكبار يبتدوا يطلبوا الحاجات دي تمام كمان المياه الغازية اللي لونها داكن اللي هي الغمقة دي فيها كفايين كتير قوي فاحيانا الحاجات دي لما بتبقى موجودة في الجسم بتؤدي الى الحكاية دي ان الجسم يترعش العضلات يحصل فيها رعشة كده تمام برضو من الاحوال اللي ممكن تسبب الحكاية دي انا كل ده بتكلم في الاسباب الغير مرضية اللعب العنيف قبل النوم هقول لكم حاجة عاملة زي ايه كده زي الاجهادات العضلية زي الرياضة بالزبت يعني فيه ناس كده تبزي المجهود تجري تلعب كورة ناس كبار يعني او يعني شباب او كده لما يجوا يناموا بقى بصت لهم يحصل لهم تقلصات ويحصل لهم رعشة يعني رعشة يعقوبها تقلصات تمام اللعب العنيف يعني لو الطفل قبل ما ينام لعب عنف يعني فيه اطفال كده بتدخل في حالة كده من الحركة الزائدة وتلاقي الأمهات والأباء يتجاوبوا معاهم فيفضلوا بايلعبوا مش عارف عسرير ويرموا بعض مش عارف بالمخد ده ومش عارف ايه وللأسف الشطات دي او المشاهد او اللقطات دي بتيجي في الأغاني وفي الأفلام على انها حاجة حلوة وحاجات زي كده بس ده غلط لان احنا كده اللعب العنيف ده او المجهود العضلي الزائد ده ممكن يسبب ارتعاش في العضلات برضو من الحاجات اللي بتسبب الحكاية دي اضطرابات النوم كلمنا الحلقة اللي فاتت عن اضطرابات النوم حلقة اللي فاتت على طول كان فيه سؤال كده الصهر والقلب اليوم يعني ان الطفل يصهر كتير او اليوم يتقلب بتاعه ده بيسبب الحكاية دي كل دي أسباب غير مرضية لكن فيه أسباب بقى مرضية لقدر الله تسبب الحكاية دي زي ايه زي إصابات العمود الفقري قدر الله طب زي حاجة مرض كده اسمه ويليام سندروم أو متلازمة ويليم وده مرض في الأعصاب زي الأنيميا وزي اضطراب حرق السكر يعني أن الطفل ده لو عنده سكر احنا مجازا بنقول سكر لأنه هو التشخيص يعني أنه هو اضطراب حرق السكر تمام زي كمان لو فيه أمراض في الكلا أو في الكبد وكمان لو فيه نقص إمدادات الأكسوجين للمخ ولو فيه تشنجات صرعية يعني فيه أسباب غير مرضية وأسباب مرضية طب نعمل إيه لابد من عرض الطفل في الحالة دي على تخصص المخ والأعصاب تخصص مخ وأعصاب مع إجراء تحليل أولية فيه حاجة اسمها التحليل الأولية يعني إيه وظائف الكلا وظائف الكبد صورة الدم مستوى السكر في الدم مستوى السكر حتى العشوائي تمام كده دي التحليل الأولية يعني نروح بها للدكتور وظائف كلا وظائف كبد صورة الدم سكر سكر عشوائي نروح للدكتور ونقول له بقى الحكاية زي ما قلت لكم تخصص المخ والأعصاب تمام كده ممكن الرعشات أثناء النوم دي بتحصل عند الأطفال اللي مولودين صغارين قوي حديثي الولادة يعني تلاقيهم وهم نايمين جسمهم يرعش كده كل الأباء والأمات اللي عندهم أطفال صغارين أو مروا بالتجربة دي وفاكرين هتلاقي الطفل في الأسابيع الأولى من عمره بيحصل له الحكاية دي تنفض كده هنسميه تنفض وهو يبقى متدفي وكل حاجة والحكاية دي أحب أقول لكم بس إنها بتقل تدريجيا ممكن تستمر لحد عمر سنة وهي حاجة طبيعية بس ليها شرط إنها تكون بتقل مش بتزيد بتقل مش بتزيد يعني ملاحظتنا لها إنها بتقل مش بتزيد تمام؟ ده تحت سن السنة إنما فوق السنة زي ما قلنا لازم الكشف الطبي